كلكم صحاب الساعة إلى الساعة الثانية الجمهور العراقي بيعلي على الجمهور السعودي مع محمد رمضان ويرمي عليه ساعات روليكس وأساور ألماظ وتليفونات كمان ما هم حدش أحسن من حد يا باشا لو أنت مش فاهم يلا حكي لك الموضوع من أوله بص يا سيدي الساعات اللي فاتت انتشر فيديو للفنان محمد رمضان وهو في العراق محمد كالعادة الحفلة ما بتعديش معاه كده مرور الكرام لازم يحصل فيها لقطة تقلب الدنيا كلها نمبر وان كان واقف على المسرح كده في أمان الله وبيغني عادي مرة واحدة لقى الجمهور العراقي اللي حضر الحفلة بدأ يرمي عليه ساعات في الأول نمبر وان كان فاكرها هزار مثلا لكن الموضوع زاد وبدأ الجمهور يرمي ساعات كتير وهو بقى يجيبها من على الأرض ويشكرهم الجمهور اتحمس زيادة ورمع عليه إسورة ألماظ في الأول أخدها محمد رمضان وفرح بيها جدا وقال هدية مقبولة وبعد ما أخدها وبص فيها اكتشف إنها أنماظ وغالية جدا ورفض ياخدها وحاول يرجعها بس صاحبها رفض وفي النهاية أخدها نمبر وان بس لو بصينا بقى على حفلات محمد رمضان في الفترة الأخيرة هنلاقي إن كلها بلا استثنى بيحصل فيها نفس الحاجة الجمهور بيجيب هدايا غالية جدا ويرميها على نمبر وان وهو ينزل ياخدها ويشكرهم بس الكلام ده مش هينسينا الأزمة الكبيرة اللي عملها محمد رمضان مع السعوديين هتقولي إزاي؟ ده بيطلع في كل حفلات ويشكرهم ويمجد فيهم محمد رمضان كان في حفلة في السعودية ومرة واحدة الجمهور بدأ يرمي عليه دولارات والكمية كانت كبيرة جدا طبعا اللي بيتفرج على الحفلة تخض إيه كل الدولارات دي؟ بس الغريب وقتها كان تصرف محمد رمضان اللي وقف الحفلة مرة واحدة ونزل يلم الدولارات وقال لهم يا جماعة ماينفعش كده حتى لو الدولارات دي مش حقيقية ماينفعش نرميها وندوس عليها كده وبدأ محمد رمضان هو وبنته يلموا الدولارات وينضفوا المسرح في الأول الجمهور زعل من محمد رمضان لإنه في حفلة ليه قبل كده دخل بشوال دولارات وقعد يرمي على الناس والمفاجأة إن الدولارات دي كانت حقيقية مش زي دي مجرد ورق يعني هو حلال ليك وحرم علينا يا نمبر وان وقدر رمضان يحتوي الجمهور في الحفلة ويصالحهم ويغنوا ويرقصوا للآخر وبكده نقدر نقول إن محمد رمضان هو أكتر فنان مسير للجدل بسبب علاقته بالجمهور وخاصة إنه كل فترة يطلع يشكر متابعينه والجمهور على الهدايا الغريبة اللي بتجيله زي صبونة ومعجون أسنان دهب عيارة 24 وآيفون دهب محفور عليه اسمه وساعات ونضارات وحاجات تانية كتير وبيظهر بيها في كل فيديوهاته تقريبا ومش بيتكسف يقول إنها هدية وشفنا لايفات تانية كتير كان بيطلع يشكر فيها الجمهور على الهدايا زي مثلا لايف الصبونة دهب عيارة 24 اللي هزر فيه مع الجمهور وقال لهم محدش يزعل مني لما قلوا اديك الصبونة وبقى من وقتها أي حفلة يروحها محمد رمضان الجمهور لازم يوجب معاه ويرمي عليه هدايا هي حرفيا بملايين أخرهم الإسورة الألماظ اللي لفتت نظر كل الناس بسبب جمالها والظاهر كده إن محمد رمضان اتعود على الهدايا الغالية في النهاية بقى لو عايز تعرف إيه أغرب الهدايا اللي جات لنمبر وان تابعنا على نجوم الفن